السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكل متابعين قناة اكلنا بالمصري معكم هويدا محمود وان شاء الله النهاردة هعمل البيتزا السريعة يعني ايه سريعة يعني سريعة في التحضير وفي التخمير وفي التسوية مش هنحضرها في وقت كتير ولا هنلت ونعجن في العجينة بتاعت النهاردة ولا هنستناها ساعة علشان تخمر ولا كمان هنسويها فرن البتجاز هنسويها على البتجاز من فوق وفي الطاصة كمان والنتيجة ان شاء الله هتطلع ممتازة عجينة طرية وخفيفة وبطعم هيل وبعد طريقة النهاردة لو مستعجلين او ما عندناش وقت كتير نقدر نعمل غدأ او عشا في دقايق وليلة اوي وبنتيجة ممتازة ويلا بينا علشان نشوف الطريقة والمقادير وكل التفاصيل اللي هتطلع البيتزا معانا مضبوطة جدا وما حدش هيشتك ان هي معجنة او طلع نشفة او الحروف مقرمشة بزيادة يلا نبدأ ونقل باسم الله واول حاجة انا بحتاج لها كبايتين ونص من الدقيق المقدار ده عمالي اربعة من البيتزا بحجم وسط بحتاج مع الدقيق معلقة كبيرة من الخميرة خميرة الفورية وبحتاج كمان لنص معلقة صغيرة من الملح ومعاهم معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر هقلبهم مع بعض الاول بالمضرب السلك بعد كده بحتاج لربع كباية صغيرة من الزيت ونقدر نستخدم اي نوع سواء زيت زتون او زيت عباد او زيت دورة المهم ان احنا هنعاير بنفس الكباية بتاعة لدقيق ربع كباية من الزيت بعد كده بحتاج الكباية من الحليب انا هستعمله فاتر يعني ده في حاجة بسيطة جدا ممكن نستعمله بدرجة حرارة المطبخ لكن مش عايزين نستعمله سخن نهائي بحتاج بعد كده لمعلقتين كبار من الزبادي يعني نص عبوة تقريبا يعني نص كباية صغيرة الزبادي بيدي طراوة اوي للعجينة بتاعة النهاردة وخصوصا البيتزا اللي احنا هنسويها في الطاصة او على البتجاز من فوق ممكن نبدل الحليب بالمية يعني لو مش متاح عندنا لبن واحنا بنحضر البيتزا ممكن نبدله بالمية وفي الاول خلطت المكونات كلها مع بعض بالمضرب السلك بعد كده هستعمل ايدي علشان هلم العجينة العجينة طبعا لاحظت ان هي متماسكة شوية فهكمل باقي اللبن لان انا ما نزلتش المقدار بتاع الكباية كله انا سيبت شوية لحد ما شوف هي هتحتاج زيادة ولا لأ فطبعا لما لقيتها متماسكة شوية زودت مقدار اللبن علشان انا عايزها عجينة لينة بالشكل ده لازم تكون لينة قوي كده وكون فيها تلزيئة مش عايزين العجينة متماسكة نهائي كده العجينة بقت جاهزة هسيبها عشر دقايق بس علشان ترتاح طبعا احنا قلنا العجينة مش هنسيبها تخمر وعلشان تخمر بتقعد ساعة لكن الطريقة بتاعت النهار ده سريعة كل حاجة فيها سريعة حتى ما عجلناش كتير انا عجلتها في ديئتين تلاتة بس يعني لميت العجينة بس في ديئتين تلاتة وستها عشر ده ترتاح بعد كده نزلت العجينة على الرخامة بعد مرشتها برش الدقيق طبعا علشان هي طرية قوي هتلزق في اليد فضروري ان احنا نستعمل الدقيق اه بعد ما اه كورتها كده على شكل كرة كبيرة اه هقسمها الاربع كطة اه المقدار ده عمال لي اربعة من البيتزا بحجم وسط نقدر ان احنا نعملها اتنين بس اه او نخليها بيتزا كبيرة يعني واحدة بس هتبقى بيتزا عملاقة وفي الحالة دي هتبقى عايزة يعني طاسة كبيرة جدا بعد ما اه كورت العجين بالشكل ده هاركنه على جنب وهبتدي استعمل اول واحدة انا شكلتها علشان تكون قعدت يعني دقيقة كده فارتحت تاني وبكده تتفرد معايا بسهولة اه لو جينا نفرد العجينة ولاحظنا ان هي بتلم كده كل ما بنفردها يبقى محتاجة ان هي تستنى دقيقة كمان بالشكل ده هتفرد هتتفرد معانا بكل سهولة اه برش برضو رشد دي على الرخامة تاني وباخد اول كرة انا عملتها وممكن ان انا افردها بكف اليد او بالمردانة اللي هي النا الشابة فاي طريقة من الاتنين اه مفيش مشكلة نقدر ان احنا نفردها يعني هي العجينة طريقة قوي وهتتفرد معانا بكل سهولة مش هتفرد المهم هنفرد العجينة بصمك واحد سنتي تقريبا مش عايزين هتخينة علشان ما تعجنش وتبقى نية من جوة وكمان ما تبقى شرق اي قوي لانها هتنشف في الطاصة اه نروح بقى علشان نسوي البيتزا اه بدهن الطاصة بفرشة زيت وممكن استعمل مكعب صغير قوي من الزبدة يعني اي حاجة في الاتنين ينفع اه ببتدي هدي النار خالص وبفرد العجينة بالشكل ده وبغطيها يعني الطاصة اللي عندي ملهاش غطة فانا استعملت غطة الحلة المهم ان الغطة يكون مزبوط على الطاصة وسبتها تقريبا دقيقة اه بعد دقيقة بالزبط بشوفها لقيتها اه مستوية من تحت لكن لسه لونها فاتح فغطيتها تاني وبعد نص دقيقة اه ببتدي ان انا اشوفها لقيتها اخدت اللون ده اه يبقى هي كده قاعدة دقيقة ونص بالزبط واستود بالشكل ده ما نحاولش نعلي النار لان هي ممكن تاخد لون بسرعة وتبقى لسه ناية طبعا انا قلبتها على الناحية التانية علشان عجينة البيتزا تكون مستوية من الناحيتين بعد كده هنتعامل بقى بالطريقة المعتادة هندهن اه وش العجينة بصلصة البيتزا اه اي حاجة بقى متاحة عندنا سواء لحمة مع الصغة سواء قطع فراخ او اه تونة او سجوء يعني المتاح عندنا هنستخدمه على عجينة البيتزا اه انا كان عندي كمية بسيطة او من اللحمة المعصغة في التلاجة فاستعملتها وعملت بيها البيتزا السريعة بعد كده وزعت على وشها الزتون والفلفل الرومي والجبنة المتزرال اه غطتها ودقيقة كمان وحبيت ان انا اشوف العجينة علشان اشوفها استويت كمان من تحت ولا لأ اه انا عادت دقيقة واحدة وشفتها اه هي كده استويت لكن انا محتاجاها تستوي اكتر فاسبتها نص دقيقة كمان اه دي تاني واحدة مسحت التاصة بمنديل وبعد كده اه دهنتها برضو فرشة زيت ونزلت العجينة التانية اه على ما الاولى استويت استويت حطيت التانية وبردو دقيقة او دقيقة او نص وبتاخد اللون ده وبقلبها على الناحية التانية وبنكمل باقي الخطوات الطريقة بسيطة جدا زي ما حضرتكم شفتوا يعني التسوية ما بتاخدش على بعد تلت دقايق او اربع دقايق حسب طبعا اه النار بتاعت البتوغاز بتاعتنا المهم ان النار تكون هادية اه ما تكونش عالية خالص اه انا الاول سخنت التسع على نار متوسطة لكن اول محطة العجينة خليت النار هادية جدا وليسا خنتها في الاول علشان اول ما نزل العجينة تبتدي اه تاخد الحرارة وتاخد لون بسرعة وبردو تبتدي استوي لكن التسع لو النار بتاعتها هادية من البداية اه العجينة هتاخد وقت على ما تاخد لون وممكن وقتها تنشك اه الطريقة سهلة جدا بسيطة زي ما حضراتكم شفته اهم حاجة نتبع الخطوات البسيطة دي سمك العجينة ودرجة الحرارة بتاعت النار وكمان نغطي العجينة علشان تستوي اه بعد ما بنوزع الجبنة ما بتاخدش غير ثواني وطبعا الجبنة بتزيح لو حبينا ان احنا اه ندخل البزا اه الفرن علشان الجبنة تاخد لون نقدر نحطها تحت الشوية دقيقة لكن هي كده مش محتاجة اي حاجة خالص والنتيجة ممتازة جدا العجينة طعمها هايل وطبعا معلقتين الزبادي اللي استعملناهم خلوا العجينة اه طرية التسوية بالرغم ان الوقت قليل لكن اه مستوية جدا وهقطع حتة من العجينة دلوقتي علشان نشوفها عاملة ازاي اه الطعم مزبوط والتسوية مزبوطة والنتيجة هايلة اه بيزا الطاصة سريعة وهتنجز لو احنا فعلا ما عندناش وقت ومحتاجين نعمل غدا سريع اه هنحضرها بشكل سريع وبنتيجة ان شاء الله هتعجبكم جدا